انا النادي الاهلي انا رحت البراجراف بقى او الجزء اللي انا قلت لحضراتكم ان لازم تاخدوا بالكم منه انه ويا ريت لو موجود برضو رجعوه لنا تانية او حطوه لنا على الشاشة مرة تانية انه النادي الاهلي او ادارة الكرة في النادي الاهلي قالت لبيتسو موسيماني او للادارة الفنية في النادي الاهلي يا جماعة حضروا نفسكم ان احنا حنلعب كاس العالم بكامل اللاعبين فده فلوس وكلام كتير بيتقال والنادي الاهلي اهو النادي الاهلي بيشكل اتعاد كرة القدم انا بتكلم على الجزء الخاص بان النادي الاهلي ابلغ الجزء التاني يا شباب بعد اذنوكم اللي بعد ده الجزء التاني يتقال في ايه جزء التاني يتقال في ايه ان النادي الاهلي بلغ بيتسو موسيماني انه اهو في كاس العالم أندية أخذ فيه اعتباره أن الفريق سوف يخوض هذه البطولة ومعه كل اللاعبين بمن فيهم الدوليون وهو الأمر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص خدم أشار الآلي في خطابه إلىنا لإدارة النادي وهي تثق تماما في تصريحات المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد قامت بإبلاغ الجهاز الفني إذن هناك خطوات تم اتخاذها من قبل إدارة النادي الأهلي علشان في النهاية نقدر نوصل لأن النادي الأهلي يبلغ الجهاز الفني عنده أن يا جماعة نحن نلعب إن شاء الله يوم 6 يناير أو 6 فبراير وإن شاء الله بعد 6 فبراير حنلعب وحنلعب بكل التيم كل الشباب هيبقوا موجودين وكل اللاعبين اللي احنا صرفين عليهم الفلوس خلال الفترة السابقة هيكونوا إن شاء الله موجودين معنا وبالتالي طبعا بنشكر أي حد بيعمل أي مجهود مهندس أحمد مجاهد المهندس هانيا بوريدة أنا بنشكرهم طبعا ما عنديش مشكلة إن أنا أشكرهم لأنه في النهاية إيه اللي أنا عايزه؟ إن الأهلي إن المنتخبنا الوطني يصل إلى المباراة النهائية ويلعب بكامل نجومه وإن النادي الأهلي يصل للمباراة النهائية ويلعب بكامل نجومه في أحلى من كده إيه؟ إيه اللي ممكن يبقى أحلى من كده كمصري وكأهلي كان أنت مواطن مصري وكأهلاوي ولا حاجة فبالتالي شكرا لكل واحد بزل مجهود في هذا الأمر نحن بنضع اتحاد كرة القدم وليس الكابتن أحمد مجاهد اتحاد كرة القدم حينتهي عمل اللجنة الثلاثية يوم 5 يناير يوم 6 يناير حيبقى فيه رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة اتحاد جداد أنا بقى أخاطب اتحاد كرة القدم أنا كنادي أهلي بخاطب اتحاد كرة القدم ما بخاطبش حد